اشتركوا في القناة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي والتي دائما ما تتجه أنظار الشباب نحوها للمشاركة فيها باعتبارها منصة شبابية قادرة على إبراز مواهبهم وطاقاتهم وقال سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة بمناسبة إطلاق جائزة سموه للإبداع الشبابي ننظر إلى الجائزة باعتبارها جزء من مبادرات مملكة البحرين تجاه المجتمع العالمي في مجال دعم المشروعات الشبابية وقد صممت جميع مجالاتها وهي الإبداع العلمي وإنتاج الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجرافيك والرسم والتشكيل والتصميم المعمري بصورة علمية صحيحة وتم اختيار تلك المجالات بما يتوافق مع اهتمامات الشباب وتوجهاتهم بالإضافة إلى أن المجالات المطروحة تجعل الشباب يفكرون بشكل أكبر خارج الصندوق الأمر الذي يمهد الطريقة أمامهم لتقديم مشروعات متميزة تعالج مختلف القضايا التي يمر بها العالم وتابع اسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة نسعى في كل عام إلى إدخال تغييرات على الجائزة ومعاييرها وإطارها التنفيذي بما يجعلها تواكب التطورات العالمية والمتغيرات التي يشهدها العالم خاصة في الفترة الحالية ومن الأمور الجديدة التي تم إدخالها في نسخة السادسة لهذا العام هي حث الشباب على إدماج جوانب الأمل والإيجابية في مشروعاتهم لمواجهة جائحة كورونا وإبراز قصص النجاح للشباب في مواجهة هذه الجائحة بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات التي تختص بها الجائزة وأضاف اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هناك قصص نجاح كثيرة على المستوى المحلي والعالمي تمكنت الجائزة من احتضانها بصورة علمية ومدروسة وكان لها دورا إيجابيا في المجتمعات المحلية والعالمية وباتوا ملهمين لأقرانهم من مختلف دول العالم حيث باتت قصص النجاح شاهدا حيا على أهمية الجائزة ودورها الإيجابي في اكتشاف وسقل وإبراز المبتكرين والمبدعين على المستوى العالمي وإننا نتطلع في هذه النسخة إلى إبراز المزيد من قصص النجاح وتسليط الضوء على الابتكارات والمشروعات الشبابية المختلفة التي ستمثل فسحة الأمل للشباب والمجتمعات العالمية وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الشؤون الشباب والرياضة من أجل إطلاق الجائزة وتحديد الإطار التنفيذي والتحكيمي لها وفق أعلى المستويات العلمية ترجمة نانسي قنقر